بعد مرور عام كامل على أحداث طوفان الأقصى وما ترتب عليها من سقوط عشرات الآلاف من الضحايا في قطاع غزة جراء الأدوان الإسرائيل المتواصل والذي انتقل إلى جنوب لبنان فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن أن تفلح الجهود الدبلوماسية وسط الرصاص والدم؟ وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه العراق بالتعاون مع دول المنطقة والعالم من أجل إيقاف الحرب وتحقيق هدنة يمكن أن تقودنا إلى استقرار وربما إلى سلام رحب بضيفي الأستاذ سبهان ملة مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية حياك أبدا أهلا وسهلا أستاذ رادي حياك أبدا بأولى حلقات حديث بغداد للموسم السادس عدنا بعودة مختلفة إن شاء الله يوم الجمعة والسبت بساعتين لنتناول ما هو إن كان سياسي وإن كان اقتصادي وإن كان اجتماعي وما يدور في المحيط العربي وكذلك العالم وكذلك المحلي أبدأ أستاذ سبهان يعني كثير من تصريحات كثير من البيانات كثير من السنكارات اللي يوجهها دولة رئيس الوزراء بخصوص ما شاهدنا بالوضع السياسي الآن كان بالمنطقة العربية والعالمية وكذلك المحلية برأيك أكثر يعني مبادرة لتخفيض التصعيد وين وسطت هذه الجهود أو إلى أين توصلت هذه الجهود دبلوماسية فضل الأستاذ أهلا وسهلا تحياتي إليك والمشاهديكم الكرام وأيضا أهنيك وهني القناة بالعودة الميمونة إن شاء الله ونتمنى لانطلاق جديد تواكب مع الأوضاع ومع ما يحتاج الشعب العراقي صراحة الجهود الدبلوماسية على قدم وساق مو من الآن وإنما من اللحظة الأولى لانطلاق 7 أكتوبر في عام ماضي العراق يعني من بدت كرة النار تكبر في غزة بعد عملية الطوفان الأقصى العراق من اللحظة الأولى دعا لأن تكون أن تبقى القضية أو يبقى الصراع بحدود الفلسطينية وأيضا كان محاولته هو استثمار أيضا هذا الصراع باتجاه يعني تتويج للقضية الفلسطينية لعادتها إلى المشهد الدولي بحده لاستثمارها لدفع عملية الحقوق الفلسطينية واللاجئين وتنضيج المبادرة العربية التي ماتت بوقتها منذ عام 2000 يعني العراق كان بهالاتجاه ماشي أنه حصر الصراع في داخل الحدود الفلسطينية طيب